مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو كيف نفهم كلمات المسيح الصعبة قال رب يسوع كلمات وعبارات كثيرة جدا يسيء البعض فهمها والبعض الآخر يحاول أن يجد في المسيح غلطة واحدة لكي ما يقول اهو قادي المسيح اللي انتو بتقولوا عنه أنه كله محبة وكله قبول للآخر كيف المسيح أن يقول هذه العبارات كيف نفهم كلمات المسيح الصعبة أخذ النهاردة بعض النمازج من كلمات قالها الرب يسوع المسيح ونحاول النهاردة نشوف ايه التفسير الصحيح لهذه العبارات طيب أول عبارة أو أول اعتراد يعني أول اعتراد هو أنه المعترض بيقول لماذا أوصل مسيح أتباعه بأن تكون صلاتهم في الخفاء وليس في العالم هو بيشوف أن الرب يسوع في الموعزة على الجبل أوصى تلميزه بأنه وأما أنتم فمتى صليتم وبيشجعهم على أن صلاتهم تكون في الخفاء فأبوكم الذي يرى في الخفاء يجزيكم علنية لكن هذا يتعرض مع حياة المسيح لأن المسيح صلى مرات كثيرة في العلن ويتعرض أيضا مع العهد الأديم حيث نرى أن هناك كثيرين من رجال الله صلوا في العلن فلماذا أوصل مسيح أتباعه بأن تكون صلاتهم في الخفاء قول النص الكتابي في موعزة الرب يسوع على الجبل في متى أصحاح 6 وعدد 5 إلى 8 خلونا نقرأ هذا الجزء لأنه هذا الجزء مهم جدا وفيه كلمات افتتاحية أو خلينا أقول مفتاحية لفهم النص يقول الرب يسوع ومتى صليت فلا تكن كالمرائين يبقى هنا النقطة الجوهرية في كلام الرب يسوع نرجعها تاني أنه متى صليت فلا تكون كالمرائين كالمرائين يبقى المقارنة هنا ما بين الإنسان الحقيقي اللي بيعتبر الصلاة نوع من الشركة مع الله والحديث الشخصي مع الله واحد تاني بيعتبر الصلاة هي مفخرة هي أهم حاجة للصلاة أنه تزهره قدام الناس أنه رجل مصلي ورجل جميل ورجل طقي وإلى آخر هذه الأمور ومتى صليت فلا تكن كالمرائين اللي بيعملوا إيه بقى المرائين دول فأنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع وإحنا طبعا كلنا عارفين المنظر ده عارفينه في بلدنا كويس قوي عارفين الموظف اللي بيسيب شغله وييجي في طرقة المجمع ويقف ويصلي عارفين الشخص اللي يسد الشارع ويوقف المرور علشان يحط السجادة ويصلي عارفين كل هذه الأمور إحنا في مجتمعنا نقدر إن إحنا نفهم كلمات الرب يسوع أكتر يمكن من القارئ الغربي اللي بيقرى هذه الكلمات لكي يظهروا لناس فكل هدفهم ليس العلاقة مع ربنا يبقى رب هنا مش بيكلم عن الصلاة العلنية على إنها غلط أو إنها صح رب يسوع هنا بيكلم عن فئة معينة من الناس هي فئة المرائين وهؤلاء المرائين كل هدفهم من خلال صلواتهم كويس هو إنهم يظهروا لناس يظهروا لناس كل هدفهم إنهم الناس تقول عليهم إيه كويس يقول رب يسوع الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فما تصليت فادخل إلى مخدعك واخلق بابك وصلي إلى بيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون عليه قبل أن تسألوا يبقى الرب يسوع هنا لا يتعارض في كلامه مع الصلاة العلنية هو الرب يسوع هنا بينائش قضية جوهرية وهي قضية الهدف والغرض من الصلاة هل صلاتك هدفها العلاقة مع الرب إذا كان هدفها العلاقة مع الرب يبقى هي ليست يعني ليست صلاة للشؤف يعني لأنك تظهر قدام الناس أنه ناس تقول عليك إيه ده مش هيفرق ولا أن أنت تتظاهر قدام الناس أن أنت إنسان تقي ولا أن أنت تتظاهر قدام الناس أن أنت إنسان بيحافظ على علاقتك مع ربنا وعلى صلواتك الغرض الأساسي اللي الرب بيناقشه هنا أوعى تكون صلاتك هي لإرضاء الناس وهي أن أنت تظهر نفسك للناس بالزبط زي زي الرجل الفريسي اللي سعد يصلي وصعد يصلي بصوت عالي هو بيصلي بصوت عالي عشان الناس يسمعوا كويس ولما رب يسوع تكلم عن الفريسي وعن صلاته قال إنه هذا الإنسان الفريسي مع إنه إنسان ملتزم ومع إنه إنسان بيعشر كل ما يقتنيه مع إنه إنسان بيحاول يحافظ على النموس الآخر لكن هذا الإنسان لم يوقف يصلي قال اللهم أشكرك لأنه لست مثل باقي الناس ولا مثل هذا العشار كويس وابتدى بقى يرسل ربنا أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا هذه الصلاة ليست مقبولة الرب يريد القلب ويريد أن تكون صلاتنا هدفها وغرضها الأساسي هو شخصه العلاقة معاه عش كده لما نرجع للكتاب المقدس نعرف إنه الرب يسوع لا يمانع ولا يعارض الصلاة العلنية فالكتاب المقدس يسجل لنا نمازج لصلوات رفعت في العلن واستجاب لها الرب من ضمن هذه الصلاوات سليمان عندما داشن الهيكل في سفر الملوك الأول وقف قدام كل الناس ورفع يده إلى السماء وقال أيها الرب الإله خالق السماء والأرض الإله الذي وابتدأ سليمان يصلي أمام عامة الشعب كمان دانيال دانيال رفض إنه يسمع كلام الملك أو إنه يخاف من كلام الملك وإنه يوقف طلب في صلواته من الله ففتح كواه وصل كعادته كعادته صلاة دانيال كانت صلاة في العلن الرسول بوليس أيضا بيحث المؤمنين أن يرفعوا صلوات في كل مكان فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رفعين أياد طاهرة بدون غضب ولا جدال في كل مكان سواء في الكنيسة في البيت لو في شخص طلب منك أنك تصلي لو في مستشفى لو في الزيارة ليست الصلاة العامة هي المشكلة زي ما قلت فليس المكان هو المشكلة لكن القلب هو المشكلة قلب الإنسان هو أس مشاكل الإنسان بل هو مشكلة الإنسان الأساسية الرب بيقول لنا لا تكونوا كالمرائين لكل هدفهم إنهم يظهروا للناس وليس للشركة والعلاقة مع الله تمجيد الناس للمصلي وليست القلب المنكسر أمام الرب هذه المشكلة اللي بيقولها الرب يسوع في كل علاقتنا وفي كل ما نفعله يجب أن يكون الغرض الأساسي هو الله وليس الناس هو الله وليس الناس ده أول نص كويس وده كويس إن احنا يعني نقف معاه ونحاول إن احنا نفهم كلام الرب يسوع في إطار الإعلان الإلهي في العهد الأديم وفي العهد الجديد طيب فيه انتقاد آخر بيوجه إلى أيضا كلام الرب يسوع وهذا الانتقاد اللي بيوجه لكلام الرب يسوع هو مرتبط بالصلاة اللي علمنا إياها الرب يسوع بيقول إنه لا ألا يتعارض كلام المسيح في الصلاة الربانية ولا تدخلنا في التجربة مع ما جاء في رسالة يعقوب لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور الله نفسه غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد طيب إزاي إذا كان الله لا يجرب بالشرور هنا المسيح بيقول لتلاميذه وللمؤمنين عندما تصلوا قولوا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير النص ده مهم جدا جدا بس عشان أبدأ أفهم كلام المسيح ولتدخلنا في التجربة هبدأ من النص بتاع يعقوب نص رسالة يعقوب مهم إنه إحنا نفهمه ليه لأنه نص رسالة يعقوب يقول لا يقول أحد من الناس إذا جرب إني أجرب من قبل الله ليه بقى لأن الله غير مجرب يعني الله نفسه غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد عشان أشرحها خلينا أحط بعض الترجمات الإنجليش للنص ده عشان تبقى واضح قدام حضراتكم لأنه هنا بيقول لنا إنه الله نفسه الله نفسه cannot be tempted by evil الله نفسه لا يمكن أبدا أن يقترب إليه الشر الله نفسه لا يمكن أبدا أن تأتي إليه أفكار شريرة الله نفسه لا يمكن أن تقترب إلى قلبه أو إلى شخصه أي فكر شرير الله منفصل وقدوس ولا يوجد فيه ظلمة البتة فمحدش يقول إذا جرب كويس وقع في الخطيئة إنه الله هو اللي جربني بهذه الخطيئة اللي أنا شح بعض الأمثال نسمع البعض يقول لك أصله كله مكتوب على الجبين إنه قضاء الله يعني بالخير وبالشر إنه كل حاجة من أفعلنا هي مقدرة 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 لنا إزاي يا عم يقول لك أصله أنا أنا دخلت في علاقة غلط بس هي هعملي ربنا أراد إن أدخلها بالزبط ده اللي بيقوله هنا يعقوب بيقولك ما ينفعش تقولي كلام ده على الله ما ينفعش إنه أنت تقول لما تقع في الخطيئة إنه الله قد جربك بالشر لأن الله نفسه غير مجرب بالشر يعني زي واحد مشتغل في شركة وبعدين تشتغل في نفس الشركة بنت كويسة جميلة يبدأ يعني يشعر نحوها بنوع من الأعجاب وهو متزوج كويس وبعد لما تتطور العلاقة ويقع في المحزور يقولك ما هو يعني ربنا حطها قدامي طب أنا أعمل إيه كويس أو واحد يدخل الشركة بتاعته ويفاجأ إنه المحاسب نسي خزاني الخزينة أو الخزنة مفتوحة كويس فيمدي إيده ويسرق من الشركة يقولك ما هو لو ربنا ما كانتش عايزني أسرق كانت الخزنة دي تبقى مقفولة بس ربنا يعني ربنا سمح هنا يعقوب بيقول الكلام ده غلط لا يتماشى مع الله إذا وقعت في الخطية فالله لم يضع أمامك الخطية والله لم يجربك بالخطية والله لا يجرب الإنسان بالخطية والله لا يقود الإنسان لكي ما يفعل الخطية ده موضوع بعيد كل البعد عن شخص الله فالخطية لا تقترب من الله والفكر الشرير لا يقترب من فكر الله هو غير مجرب بالشرور كل نور ولأنه كل نور وليس فيه الظلمة البتة فالأفكار الشرير المظلمة لا تقترب إليه ولا يفكر فيها واضح الفكرة كويس ده طبعا خلينا نحط المبدأ العام الله غير مجرب بالشرور وليهذا يجرب 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 إذا جذب وانخدع من شهوتي يبقى التجربة بتنبع منين تجربة بتنبع من شهوة الإنسان من قلبه من قلب الإنسان عشان تمتلكك الشهوة إذا حبلت تلت خطيئة والخطيئة إذا كملت خطيئة بقى إذا وقعت فيها تنتج موتا كل خطيئة بنعملها نتيجتها موت نتيجتها موت فيها ليها نتيجة اسمها نتيجة الموت عشان كده محدش يقول إنه ده قضاء وقدر والمسيحية ليست تعرف هذا الفكر هذا الفكر فكر شرير فكر يبيح للإنسان فعل الخطأ ولا يشعر نحو بالزنب أنا حطيت عندي فيديو كده صغير حب إنه حضراتكم تفرجوا عليه وعلق على هذا الفيديو لأنه ده بيورينا فكر الكتاب المؤدس إزاي يختلف عن الفكر الآخر نسمع الفيديو ونعلق عليه الزنة إذا قدره الله يقال له قدر إذا وقع الزنة من الزان يقال له مقدور الكفر إذا قدره الله يقال له قدر وإذا وقع الكفر من الكافر يقال له خلنا آفنا يقول الزنة إذا قدره الله هو الله ممكن يقدر الزنا هي نفس الآية اللي هنا دي لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بشرور إزاي يقع الزنا من قبل الله إزاي إزاي يقع الكفر من قبل الله وإزاي يكون الزنا والكفر من قبل الله خير كمل بقية الفيديو إزاي 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 كان الساب المتكلم يعني سوري يعني مجنون الساب عائل إزاي إزا الكفر إزا قدره الله أساسا لا يقدر الكفر الله أطهر من أن يقدر لا كفر ولا زنة ولا سرقة ولا الله نفسه هو لا يعرف هذه الأمور هو يمنع الإنسان عنها هو يوصل الإنسان أن يبتعد عنها هو يقول الإنسان لا تقتل لا تزني لا تشتهي ما لقريبك فإزاي يعني يعني وعشان كده عشان كده على فكرة هذا الفكر هذا الفكر في فيديو هنكمل بقية الفيديو ده الجزء اللي جاي من الفيديو وده جزء مهم جدا يمكن الإخوة اللي غير مصريين ما 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 شافوش الحادث ده لكن خلينا نشرحه علشان قبل ما احنا نسمع الجزء ده كان في واحد أيام آآ الإخوان لما كانوا آآ في الحكم في مصر كان في واحد منهم من الجامعات السلفية عضو في مجلس الشعب كويس كان شكله هو هو ما كانش قابل شكله كان عنده مشكلة في شكله وكان عنده الإحساس إنه أنا شكل وحش وبحسب الفكر السلفي كويس فكر إسلامي انت خليط الله فما ينفعش إنك تعمل أي عمليات تجميل كويس ما ينفعش فراح عمل صاحبنا دوا راح عمل عملية تجميل عمل عملية تجميل ولما عمل عملية تجميل طبعا بيحط الشاش في منخيره اللي زبطها و و و عشان لما تخف يعني لكن ما يقدرش يقول إنه عمل عملية تجميل فعمل إيه فعمل تقرير للبوليس إنه هو كان ماشي ومعه شنطة فيها مئة ألف واتعرض ناس اتعرضت له دربته وكان بنية في منخيره وخده فلوسه وماشيه كويس؟ يعني هو كذب وغش ولفق تهم لناس كويس؟ وبعد لما البوليس اكتشف إنه كلامه غلط وإنه هو اللي عمله دوا علشان يغطي بيه العملية اللي عملها في منخيره مش يقف في مجلس الشعب يعتذر ويقول أنا أخطأت كويس؟ ويطلب من ربنا إنه يغفر خطيته خطية الكذب والغش والخداع والتلفيق لا 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 ده بيقول إنه إنه واحدة من عظائم الإيمان واحدة من عظائم الإيمان وإنه هو كمسلم بيؤمن بيها إنه ألا نقبل القدر بخيره وبشره يعني كأن الله هو الذي قرر لهذا الإنسان الكاذب كويس؟ والمخادع إنه هو يغش وإنه هو يجذب وإنه هو يعمل كل هذه التمثيلية القبيحة اللي عملها بس ربنا هو الأسوة مكتوبة مكتوبة خشك كده لما نسمع الجزء الثاني نقدر إحنا المصريين حفظين القصة دي وعرفنا لكن نسمع الجزء الثاني باعتباره قدرا من الله خير لكن باعتبار صدوره من المخلوق شر الزنا باعتبار تقدير الله له خير لكن باعتبار مقوعه في أرض الله من المخلوق شر إنما نحن بشر هذه نفوس بشرية فيها خير وشر والله والله لم أكن في وعي وتكلمت بكلام أنا الآن لا شك أندم علي وأقول كيف حدث إلا أن عزائي إلا أن عزائي أنه من مراتب الإيمان والسادسة أن تؤمن بالقدر خيره وشره عزائه عزائه اللي بيعزيه في كذبه وغشه ونصبه كويس إنه بيؤمن بيؤمن إنه اللي حصل ده قضاء وقدر من الله إنه ده مقرر له ربنا مقرر إنه يعمل كده كويس وكأنه ينسب لله ينسب لله وحاشا ينسب لله إن الله هو الذي فكر وهو الذي خطط لهذا الشر أن يتم وده بالزبط اللي بيقوله هنا الرسول يعقوب بيقولنا هذه الآية بكل وضوح لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد يعني كل خطية أنت بتعملها أنت مسؤول عنها ملايش علاقة بالله كل قرار غلط بتاخده أنت المسؤول عنه ده مش الله هو لا قراره مش الله هو لا قراره وعش كده أنت مسؤول قدام الله وهتحاسب قدام الله وأنت بلا عزر قدام الله عن كل قرار بتاخده فالتجارب كلمة تجربة تيمتد أو كلمة تيمتيشن تجربة إنها إذا جربت بالشر ربنا ما لهوش علاقة بالموضوع وما ليه اللي ليه علاقة ده من جواك من الشهوة اللي أنت تركتها لكي ما تمتلكك وعندما امتلكتك الشهوة قادتك لفعل الخطيئة طيب طيب أما ليه في المسيحية بنقول لا تدخلنا في تجربة طبعا الكلمة نفسها تستخدم بأكتر من معنى قد تعني تجربة امتحان وهل الله يمتحن الإنسان أيوة الله بيمتحن الإنسان بس الله عندما يمتحن الإنسان يريد للإنسان أن ينجح يريد للإنسان أن يثبت في الإيمان يريد للإنسان أن يرتقي ويسمع عش كده ربنا امتحن إيمان إبراهيم ربنا امتحن إيمان إبراهيم لما قال إبراهيم يا إبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحب أسحاق واسعده لي على جبل المري سمع عش كده في نهاية الأصحاح أصحاح 22 من سفر التكوين الرب قال كده وأعلن أن أنت نجحت في الامتحان أنك لم تمسك ابنك وحيدك عني ده امتحان الغرض منه مش أنه إبراهيم يفعل الخطيئة لا 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 لأن الله لا يفكر في الخطيئة الغرض منه أنه إبراهيم يظهر ما في قلبه بجد وبصدق وبحق أمام الله أنه ينجح في امتحان الله أمتحان إبراهيم وامتحان شعب إسرائيل في البرية أربعين سنة ربنا كان بيمتحانهم لما كان بيصبر عليهم شوية كويس ويحسوا بالجوع أو بالعطش مش علشان يفعلوا الخطيئة لا 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 لكي ما يعتمدوا على الرب أكتر وأكتر لكي ما يرتموا في حضن الله أكتر وأكتر امتحنوا الله امتحن أيوب لكن الله لم يجربهم بالشرور ولم يقودهم للسقوط في الشر فالله لا يجرب أحد بالشر طب إحنا لما نقول بقى لا تدخلنا في تجربة كتعني حكتين إن ربنا ينجينا في ساعة التجربة عندما يسمح لنا بامتحان وأن نكتاز امتحان أن نصبر وننجح أن ينجينا ونحن في التجربة فنخرج من التجربة أقوياء وأن ينجينا بأن يمنع التجربة عنا والامتحان عنا وأن ينجينا أيضا من أنفسنا حتى لا نصنع تدبيرا للجسد أوعد فكر إن ربنا هو اللي يقادك لفعل الشر أوعد فكر إن الشر اللي أنت بتعمله ده مكتوب ومقدر ده فكر شيطاني وليس فكر الله من نحونا إحنا المسؤولين عن أفعلنا الشريرة إحنا لما بنجذب إحنا بنجذب لأنه بندبع شخص كذاب وأبو كل كذاب إحنا لما بنجذب إحنا بنجذب بإرادتنا وبدوافعنا الشريرة اللي جوانا إحنا لما بنجتهي بنجتهي لأننا أشرار من جوة كويس؟ لكن ما لديش علاقة بربنا نهائي وإلا يبقى إيه حساب ربنا للإنسان إذا كان كله مكتوب على الجبين إذا كان الله مقدر للزنا قدر إزاي إذا هو كان مقدر للزنا وأنا عملت زنيت طيب إيه الفرق بينه وبينه الفرق إن هو أفكر فيه وأنا اللي عملته ما ده غلط وده غلط وده خطيئة وده خطيئة لأنه ده اللي علمه لنا الرب يسوع إنه خطيط الزنا لا تبدأ بفعل الزنا خطيط الزنا بتبدأ بالنظرة اللي مليانة شهوة إنه ما النظر إلى امرأة واشتهاها في قلبه دي هنا خطيط الزنا طيب أجي إلى نقطة أخرى ونص آخر من كلمات الرب يسوع يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي فكان جواب الرب يسوع ادبعني ودع الموتى يدفنون موتاه عشان نقدر نفهم الجزء ده خليني أقرأ النص الكتابي اللي وردت فيه كلمات الرب يسوع ولما رأى يسوع جموعا كثيرا حوله أمر بالذهاب إلى العبر فتقدم كاتب وقال يا معلم أدبعك أينما تمدي رب يسوع كان بيعلم كان بيصنع آيات وعجائب ومعجزات وناس كتيرة انبهرت انبهرت بتعليمه وانبهرت بأعماله وبشخصيته فمعلم مثل هذا أي شخص يتمنى أن يكون له تلميذ فبعض الناس قررت انه أنا أحب أكون أدبع المعلم ده أحب أمش وراءه أحب أكون أحد تلميذه ما يكون في جامعة كبيرة وكويسة كل الناس تحب انها تتقدم وتتعلم في الجامعة دي فما بالك بالمعلم العظيم فتقدم كاتب وقال للرب يسوع أنا معجب وأنا منبهر وأنا عايز أدبعك أينما تمتك أي حتة هتروحها أنا هروح معك كبايز فالرب يسوع رد عليه وقال له إيه في حاجة لازم تعرفها للتعالب أو جرة والطيور السماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه طيب أنا أكمل الجزء ده بس خليني أخذ مدخلة من أخت فريال وأرجع أكمل مع حضراتكم ألو ألو أخ أشرف سلام ونعمة المسيح معاك سلام ونعمة أخت فريال العزيز الرب يباركك على هذا الشرح الكافي والوافع لأننا كمسيحيين استفادين من عنده بس أنا حابة أعلق على هذا الفيديو مع هذا الشيخ الذي يقولون قضاء وقدر أنه يعني هو قدره أنه الزنة يزني طيب بهاي الحالة ما من حق إلهه يحاسبه على الزنة يعني من يطلع من يموت ما يقول له للزنيت لأنه هو عليه المسلم يقول له الله أنت وضعت أمامي الزنة أو قدرت علي الزنة فما من حقه أبدا أن يحاسبه لكن ما يفهمون أنه القلب كما يقول الكتاب المقدس القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه في إيراميا 17-9 والرب يسوع المسيح له كل المشقال كل الأشياء الزنة الفسق التجديف السرقة كل هاي تخرج من القلب فهم لازم يعرفون أنه القلب مو اللي يدخل ذبح حلالي اللي يدخل إلى الجسم مثل ما قال الرب يسوع لكن اللي يخرج من مخارج القلب الشريرة كانت هاي مداخلتي والرب يرحمهم يا رب بك هذا البرنامج اليوم يكون سبب بركة يفتح عيونهم يقولهم والرب يلمس قلوبهم أخي أشرف أنا فخورة منك أنا أشكرك أشكرك أخي عزيز والرب هو يحافظ عليك ومن نعمة فوق نعمة ما أحب أفوق أسبوع واحد من برنامج عبر الكتاب يعني كثير أتعلم منه والرب يحفظك ويباركك أشكرك يا أخت فريالة وأنا أعتز بيك طبعا كأخت فاضلة في المسيح يسوع وكأيضا متابعة ومشجعة دايما لعبر الكتاب والقناة الحياة عش كده هتقول لي طب إزاي القلب يتغير إذا كانت مشكلتنا هي القلب إذا القلب يتغير ودي هي النقطة الجوهرية اللي تجعل الإيمان المسيح مختلف عن أي حاجة تاني أن يسوع المسيح يستطيع أن يغير القلب قلبا نقيا أخلق فيي يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي رب يسوع كلم عن إقدموسة عن الولادة من فوق كلم عن الولادة التانية أن الذي يولد بالجسد فهو جسدي أما الذي يولد بالروح فهو روح المولود من الروح هو روح لكن كيف الإنسان أن يولد من الروح وكيف الإنسان أن يتجدد قلبه فيه آية جميلة جدا موجودة في سفر الرؤية وأصحاح ثلاثة الرب بيقول للكنيسة أو للجماعة اللي يعني بعدوا وضلوا وضعفوا بيقول هانا ده واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي وده اللي بيعمله ربنا مع كل واحد فينا ربنا واقف وقريب جدا من باب قلبك ويريد أن أنت تفتح الباب بقردتك يريد أن أنت تشعر باحتياجك للخلاص للقلب الجديد للحياة الجديدة للحياة الأبدية الله لا يريد أن يقتحم حياتك الله يريد أن أنت تاخد هذا القرار بإرادتك أنك تفتح قلبك للرب يسوع المسيح وتقول له يا رب هانا ده بخطيتي وبشري وبأثامي وبشهوات قلبي اللي مش قادر أتغير منها أحتاج أن أنت تخلق فيها قلبا جديدا وأتحتاج يا رب أن أنت تأتي إلى حياتي وأتجعلني ابن ليك تصدقوني هي دي نقطة التحول عندما تلتقي بالله وعندما يلتقي الله بروحك فيحول حياتك ويغيرها للأفضل أنا بصلي زي ما الأخت في ريال بتصلي من أجل كل الإخوة المشاهدين أشكر ربنا لأجل المؤمنين الذين يتابعون البرنامج لكن كمان أشكر ربنا لأجل غير المسيحيين والذين يبحثون عن الحق اللي الرب يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون طب لما يرجع مرة تانية إلى كلام المسيح اتباع المسيح ليس أمرا سهلا زي خلينا أقول كده مثلا إيه أصعب حاجة في القبول في الجامعات المشهورة الكبيرة يعني مثلا لأجل ليه جامعة هارفورد أو جامعة أوكسفورد أو جامعة كامبريج أو جامعة جيل أو جامعات الكبيرة أو يو اس سي سي إيه مشكلة هذه الجامعات مش في اللي بتقدمه لا 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 مشكلة الجامعات دي وإنها تعتبر الجامعات الطب كويس في التقدم لها إنك تدخلها يعني نسبة القبول في جامعة هارفورد لا تتعدى أربعة في المية يعني من مئة شخص مقدمين الجامعة أربعة بس اللي بتقبلهم الجامعة بعد لما تدرك إنه دول فعلا هم الطب كويس هم دول الطب اللي عايزاهم فالدخول للجامعة هو أصحب شي كويس لما نيجي هنا الدخول واتباع المسيح ليس أمر سهلا مش هتتبع المسيح اللي أنك عايز تاكل وتشرب وتنام وتجد معلم عظيم وتمشي وراه وبأكلك ببلاش لا لازم تعرف إنه هناك تمن للتبعية إنه هناك تمن لتبعيتك المسيح عشان كده الرب يسوع لم يخدع هذا الكاتب الذي قال له يا معلم أريد أن أتبعك أينما تمضي قال له خلي بالك خلي بالك للتعالب أو جرى ولطيور السماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يستندرس يعني أنت تتبعني وأنا ما عنديش مكان بنام فيه أنت تتبعني وهتبقى الحياة صعبة مش سهلة كويس ده أول واحد هاخد التاني موضوع الحكاية لما بعد المداخلة الأخ سام مرحبا مرحبا أكي أتراب هاي تفضل أخ سام أنا شكرا كثير على يعني استفتت كثير من كل كلامك عايز يعني عندي يعني مداخلة إذا ممكن طبعا أول شي أنا يعني بستغرف يعني من جميع أنا بتعرفني أحكي بالحياة يعني بجميع يعني الديانات المسيحية واليهودية والإسلام يعني فيه أشخاص يدعون أنهم علماء وأنهم كده وكده وكده يعني يترجمون الخلفية الدينية بحسب تفكيرهم وأهدافهم وكده وكده هذا الشقة الأول والشقة الثانية إذا كان مثلا الإسلام مسيطن لهذه الدرجة وخطير ويشكل خطر على الكرة الأرضية أو الكوكب ليش يعني الأوروبيون ما يعملوا لي حضر يعني يحضروا هذا الدين إذا كان يعني مشيطن وخطر عليهم يعني أو في كندا أو يونايتد ستيت أو أستراليا يعني الدول اللي يعني ما سامعك عندهم الأغلبية هذا هو شكرا إليك وهذا هو مداخلتي طبعا الدول الغربية دول علمانية يا سودو هالفكر العلماني الفكر العلماني زي ما كلنا عارفين ينادي بحرية الفكر وحرية الإنسان أن يعبر عن فكره وعش كده المهاجرين اللي موجودين من المسلمين في البلاد الغربية بيعرفوا إزاي يقتنسوا الفرصة كويس يعني نحن كمسيحيين في مصر أو كأي شخص موجود في العالم العربي والبلاد الإسلامية أنت يعني ما عندكش هذه الحرية أو هذا الرفاهية أن أنت تبني كنيسة في أي مكان تحبه وفي أي مدينة تختارها ما عندكش هذه الرفاهية كويس لكن بيجي الغرب هنا وعنده حرية التعبير عن الدين وحرية العبادة فهو ممكن يعبد في أي حتة وممكن يعبد في أي مكان وممكن يشتري كنيسة ويحولها لجامع وممكن يبني جامع وممكن يعمل اللي هو عايزه ممكن يقف في الشوارع في البلاد الغربية ويكرز بالإسلام ومحدش يقوله لأ أنا لو قفت في الشارع في مصر أكرز بالمسيحية يا إما هتضرب من الناس يا إما هتقبض علي من الحكومة بيس أنا عايز أقول إنه البلاد الغربية ما عندهاش هذا الفكر الإسلامي هي بلاد علمانية وش كده بترحب لكن للأسف للأسف الشديد يمكن هتدفع التمن بعد شوية هيدفعوا التمن غالي بعد شوية عندما عندما يعني يبدأ المسلمين المقيمين في الغرب بفرد أفكارهم بالقوة ومعتقداتهم بالقوة لأنه ده هو الإسلام الإسلام إذا تمكن حول الحياة إلى جحيم إنما المسلم في الغرب لحد دلوقتي لم يتمكن لم يتمكن وعيش كده أوقات كتيرة حتى في أمريكا أنا بلاحظ حاجة مثلا إنه لما يكون الدموقراطيين هما في موقع السلطة النشاط الإسلامي يكبر يكتر كتير جدا لأن الدموقراطيين سوريا يعني أقول إنه في موضوع الفهم الديني للإسلام هما إلى حد ما أغبياء إنما على المسلم يجي الربابليكان كويس وهو مور كونسيرفاتيف تلاقي الانتشار الإسلامي حد تلاقي للا إنهما إلى حد ما فهمين العالم الإسلامي والفكر الإسلامي ف يعني الرب الرب يحفظ العالم إحنا طبعا بنحب المسلمين كأشخاص كل اختلافنا في قناة الحياة أو في غيرها هو اختلاف ليس مع الأشخاص اختلاف مع الفكر لأنه الفكر بيحول الإنسان إلى أن يكون إنسان صالح أو يحول الإنسان إلى إنسان شرير مش كده الفكر هو الأساس نحن نحارف فكرا وليس أشخاصا فالأشخاص غليين والله يحبهم ووصنا نحن نحبهم وهنحبهم ونصلي لأجلهم إنه رب يفتقدهم لكن نحن نناقش فكرا طيب أرجع لي موضوع الشخص الثاني يبقى الشخص الأولاني اللي أراد إنه يتبع المسيح المسيح قال له لو هتتبعني فيه شرط دخول الجامعة دي صعب الدراسة فيها صعبة كويس ما فيش قوضة هتنام فيها وما عندكش سرير وما عندكش مكتب لكن مطلوب إنك تذاكر وتتعب وتكتهد كويس هنا الرب يسوع قال له لو أنت جاي علشان تكسب من ورايا انسى الفكرة انسى الفكرة لو أنت جاي علشان تعيش حياة رخاء مع معلم مثلي انسى الفكرة لكن أنا عايزة حط الأمر قدامك وهو إنه للسعالب أو جرة ولطيور سماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه قال له آخر بقى معه الناس شايفين معلم عظيم وصانع معجزات ومبدع ورائع في كل ما يقول وفي كل ما يفعل فواحد قال له يا سيد ائذن لي أنا عايزة أبقى تلميذ لك ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي كويس فقال له يسوع اتبعني ودع الموتى يدفنون موتاه عشان نقدر نفهم العبارة اللي قالها الراجل ده ورد الرب يسوع قاليني أخد النقد الموجه ووضحه لحضراتكم النقد الموجه بيقولي كيف ليسوع المحب أن يكون قاسي لهذه الدرجة هذا الإنسان طلب فقط من يسوع أن يذهب ويدفن أبيه ثم يأتي ويدبعه ده القارئ السطحي بيفكر أنه كلام المسيح ده قاسي يعني الراجل ميت في البيت الراجل ميت في البيت وابنه جاي يدبع المسيح فبيقول له طب بس اديني ساعة أروح أدفن أبويا وأرجع أدبعك فالمسيح قال له دع الموتى يدفنون موتاهم هل هذا هو الحق طبعا لا أليس إكرام الميت في عالمنا الشرقي دفنه ده بيدفن في نفس اليوم أنا يوم ما أبويا انتقل أنا كنت في دبي خدت أول طيارة كان ممكن أخذها وجيت على القاهرة بس أنا وصلت الساعة غالبا ستة بعد الظهر كان قريدي دفنوا الصبح ويس لأنه ثقافتنا في العالم العربي هي إكرام الميت دفنه الإنسان يدفن في نفس اليوم فكيف ليسوع أن يحرم إنسانا من أن يكرم أباه الميت إزاي هل فعل عن المسيح حرم إنسان من أنه يكرم أبوه الميت لما ننظر بقى لكلام المسيح من خلال القرينة أو السياق العام السياق العام هو الحديث زي ما قلت عن اتباع المسيح أن تكون تابعاً للمسيح أن تكون تلميزاً للمسيح في حديث المسيح مع التلميز الأول أظهر المسيح أنه لا توجد مكاسب مادية لو أنت عايز تمشي ورايا مفيش مكاسب مادية فقط أن أنت تنكر نفسك وتصير لي تلميزاً في حديثه مع الطالب الثاني أراد المسيح أن يساعده في ترتيب أولوياته هذا الطالب الثاني اللي بيقول المسيح ائذن لي أولاً أن أدفن أبي ثم آتي واتبعك أبو لم يكن قد مات هو عايز يقول المسيح عايز يقول المسيح أنه طب ممكن بس يعني أنا هنتظر أنا عايز أدبعك بس هنتظر لحد لما أبويا يموت وبعدين أبقى آجي أدبعك فهو حط أولوياته الأب الأول وبعدين اتباعه للمسيح المسيح في كل كلامه عن الاتباع تحط المسيح الأول وبقية الأشياء تيجي سكن من أحب أباً أو أماً أكثر مني فلا يستحقني أولوياتك ترتيب أولوياتك ترتيب الأولويات هي المهمة هذا الشخص لم يضع المسيح كمعلم كرب كسيد كأولوية فالمسيح ساعده المسيح قال له لو أنت عايز تتبعني يبقى لازم أنا أكون رقم واحد لازم أكون رقم واحد ما ينفعش ربنا يكون رقم اتنين ما ينفعش ربنا يكون لما يكون عندك وقت ما ينفعش ربنا لما خلص كل حاجة أبقى أشوف أعمل معاي ما ينفعش كميز والد هذا الطالب عايش لم يموت بعد وهو لا يعلم متى سيموت أبيه قد يكون مريد قد قد يكون حس إنه أبو كبر في السن وقرب على إنه ينتقل فهنا المسيح بيقوله إذا أردت أن تتبع فعليك أن تقرر ذلك الآن وأن تضع الحجج ولا تضع الحجج حتى لو كانت الأسرة في ناس كتيرة بتقول أي كلام لربنا في ناس كتيرة بتتلكك بتتلكك بيفكروا أن ربنا ممكن يضحك عليه يضحك عليه بكلمتين أنا أنا هبقى كويس بس أول ما يعني شغلي يبقى كويس أنا هبقى كويس هبطل غش يضحك على ربنا بكلمتين أنا أنا هقدم عشوري أو تقدماتي للرب بس أول لما يعني الواحد يقف على رجلي شوية الأولويات مهمة جدا في علاقتنا مع ربنا أولوياتنا لازم تكون صحيحة لازم الرب يكون الأول وإذا ردت أن تتبع المسيح لازم المسيح يكون الأول إن أراد أحد أن يأتي وراي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويدبعني ده تمن للتبعية ده تمن أنك تكون تلميذ للمسيح المسيحية ليست رخيصة والمسيح ليس رخيص إن يأدي له الفتاة ويأدي له ما تبقى إن لم يكن المسيح أولاً في حياتي فأنا معرفش المسيح وكل مؤمن حقيقي يعرف المسيح يضع المسيح أولاً فالله يأتي قبل الأسرة إيه نعش كده الرب يسوع كانت إجابته إيه إجابة الرب يسوع كانت واضحة جداً اتبعني أنت إذا أردت أن تأخذ القرار خذوا الوقت قرار اتباعك للمسيح لا يؤجل لأنك لا تضمن ما تيحدث لك غداً قرار اتباعك للمسيح لازم يكون الآن عشان كده لما نقرأ الكتاب المؤدس نجد في كل الدعوات اللي ربنا دعا فيها الإنسان لكي يتوب ويرجع ويعود ويرتبط بالرب كانت الآن هو هذا اليوم يوم خلاص هو هذا الوقت ووقت مقبول طب ليه ما ينفعش بكرة لأن أنا ما أضمنش بكرة أنا ما عنديش دعمل لبكرة ممكن أكون موجود وممكن ما كونش موجود لكن أنا أضمن اللحظة عشان كده ربنا دايماً يقول الآن الآن أوعد أجل في قرار اتباعك للمسيح لا تؤجل لأنك ما تعرفش بكرة هيكون فيه مش كده حلو أن احنا نعرف الرب في شبابنا وحلو أن احنا نخدم الرب في شبابنا وحلو أن احنا نفتدي الأيام لأن الأيام شريرة اللي بيقول لي أنا أنا بس هبدأ كده أخدم الرب أول بس لما أطلع المعاش خدمة رب ما لهاش علاقة بالمعاش ما أنت ممكن تخدم ربنا وإنت بتشتغل أنت ممكن تخدم ربنا وإنت في شغلك أنت ممكن تكون تلمز للمسيح وإنت دكتور ومهندس وعامل وموظف وساعي بريد ما لهاش علاقة ما لهاش علاقة لأنه إذا أعطيت قلبك للمسيح فأنت ملك للمسيح وفي كل مكان أنت هتكون موجود فيه أنت هتكون بتخدم المسيح بالطريقة اللي ربنا أهلك بيها وبالطريقة اللي ربنا كبرك بيها وأثقل مواهبك بيها هتخدم المسيح طيب أخذ أخي جورج من سوريا وأرجع أكمل مع حضرتكم النقطة دي ألو ألو مساء الخيار دكتور مساء النور أخي جورج كيفك؟ مش تألك نشكر الله كيفك أنت الحمد لله تفضل دكتور في جزئية اللي ذكرتها عندما قال السيد المسيح للشخص داع الموتى يدفنون موتاهم هل هناك ميت يدفن ميت؟ بالطبع لا هاي حالة خاصة هؤلاء ميتون بالخطيئة ده صح ميتون بالخطيئة سيد المسيح كان يقول له اترك هؤلاء اترك الخطيئة واتبع طريق الحياة لابدية لا شيء أهم للحياة لابدية اترك الخطيئة بمعنى أنك اترك الخطيئة الميت لا يدفن ميت بس الميتون في الخطيئةهم يعني نقصد أن الخطيئة مميتة ضعها للخطيئة واتبعه هذا يعني أنا باتعت هذا هو التفسير المناسب بالنسبة إلي سيد المسيح لا يمكن أن يقول لإنسان لا تكرم أباك والوصايا العشر أكرم أباك وأمك لكي يطل عمرك وصية أساسية وصية أساسية حياة أي مسيحة أو أي يهود فعندما يقول لهم دعا الموتة يدفنون موتاهم يعني اترك الخطيئة واتبعني أنا الحياة الأبادية لا شيء أهم مني بس مشاركة بسيطة شكرا شكرا كده النقطة الأخيرة اللي أنا أختم بيها فيها نفس الفكرة بتاعت حضرتك لما الرب يسوع هنا يقول اتبعني ودع الموتة يدفنون موتاهم يعني إيه يعني اتبعني ودع الباقين الباقين أفراد الأسرة الذين لم يؤمنوا بي أفراد الأسرة الذين يعيشون للعالم أفراد الأسرة الذين هم أمواتا بالزنوب والخطايا كويس دع هؤلاء الموتة يدفنون موتاهم كلام المسيح هذا بيؤكد أن أفراد أسرة هذا الشاب لم يكونوا من المؤمنين بالمسيح مذالوا بعد في خطاياهم وعدم إيمانهم ولهذا فهم أمواتا روحيا دع الأموات روحيا يدفنون موتاهم لكن انت لو عايز يكون ليك حياة أبدية تعال الوقتي ودبعني لو انت عايز انك تكون ليك حياة أبدية لابد انك تفعل هذا الآن الآن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه أهم حاجة هي نفسك هتكون فين نهتم بأكسادنا نهتم بعلاقاتنا لكن هل فعلا بنهتم بأروحنا أين سنكون بعد انتهاء هذا العالم هل هنكون مع المسيح لأننا قبلنا المسيح وعرفناك شخص أم سيكون لنا أم سيكون لنا غضب الله علينا أنا بدعوك عزيز المشاهد انك تعطي قلبك للمسيح الآن وتدبع المسيح الآن وتصير له تلميزا من الآن وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم